القسم الأخير في هذا الكتاب المبارك الخاتمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإمام باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت وذكر فيها وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وذكر أيضاً لتنجد الهجرة إلى المقبل وفيها المقبل الهجرة إلى المقبل الهجرة إلى المقبل كل من يقيم في بلاد الكفر يجب على الهجرة الذي يكون فيها وجود الهجرة إلى المقبل الهجرة يجب على المقبل الهجرة إلى 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 المقبل وليس يمكن لأحد أن ينادي الناس حتى يعبدوه وليس يدعي علم الغيب كل من يدعي علم الغيب علم الساعة يقول غدن يحصل كذا غدن يموت فلان غدن يفوز الفريق الفلاني كاذب وكافر كفر أكبر نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرضى إلا بحكم إلا سبحانه وتعالى نحذر من طريق الشيطان هذا الشرح مختصر لهذا المتنى المبارك هذا المهم جدا أن نراجع هذا المثل نحفظ الأدلة نعرف التعريفات وليس يمكن لأحداً 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 لتعالى ولكم بالتوحيد والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعليه صاحبه وسلم وزاكم الله خير